جيب أبو صفية وتصريحات بن والس اليوم كان لها تأثير ووقع كبير هل يمكن أن تعطينا المزيد من التفاصيل؟ نعم هنا حديث وزير الدفاع البريطاني أمام أعضاء مجلس العموم حول آخر تطورات الميدانية في أوكرانيا بالإضافة إلى أساعي بريطانيا ودراسة إرسال صواريخ أرض الجو وهي غير قادرة حتى هذه اللحظة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري فرض منطقة حذر طيران وبالتالي دراسة يأتي ينبع هذا القرار البريطاني من وزارة الدفاع بتعزيز هذه القوة الدفاعية من صواريخ أرض جو تقدم للجيش الأوكراني بعد أن أكد أنه سيمد أيضا الجيش الأوكراني بمزيد من الصواريخ المضادة للدبابات وكانت بريطانيا أولى الدول منذ حتى قبل تفجر هذه الأزمة من إرسال المزيد من الأسلحة للجيش الأوكراني عدد من التصريحات أيضا التي لفتت للانتباه لوزير الدفاع بن وليس عندما تحدث أن الخطة التي وضعتها موسكو لإجتياح أوكرانيا لا تسير ولم تحقق أي من أهدافها وهذا يعني يعتمد بذلك على معلومات استخباراتية بريطانية تتابع وضع الميداني على الأرض أيضا رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد في خطابه أو في كلمته أيضا في جلسة مجلس العموم الإسبوعية لمسائلة رئيس الوزراء عن استمرار هذا الدعم البريطاني على جميع النطاقات كان على النطاق الاقتصادي بالإضافة إلى السياسي وأيضا العسكري من خلال مد مزيد من الأسلحة للجيش الأوكراني يأتي ذلك في اليوم الذي أعلنت فيه أيضا عن حقبة عن حزمة مساعدات أو حزمة عقوبات جديدة خصوصا على قطاع الطيران والتي سيمنع بموجبها طيران الطائرات الخاصة الصغيرة الخاصة برجال الأعمال الروس بالوصول أو استخدام الأجواء البريطانية أو حتى بيع واستيراد قطع الغيار الخاصة بالطائرات فهذه حزمة عقوبات ومتوقع أن يكون هناك حزام أخرى خلال الأيام المقبلة